من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا بكل خير وصباح الخير جميع اللي ينضمونا وعن بتعبونا حاليا أهلا وسهلا بكم كان جلالة المغفور له الحسين بن طلال يتميز بالحنية فهو الأب الحنون لألباني لشعبه والذي كسب قلوب الملايين من أبناء شعبه الذي أحبهم وأحبوه لنتعرف أكثر على الجانب الإنساني لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال بسعدنا وبيشرفنا اليوم أن تكون ضيفتنا في الستوديو سيادة الشريفة بدور بنت عبد الإله لنتحدث أكثر عن المواقف الإنسانية التي كان يحملها الأب الحاني جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال يسعد صباحك ستي شرفتين ونورتين وشكرا لكم لهالاستضافة يعني هو تاريخ يعني صراحة ميلاد سيدنا طيب الله تراه الملك حسين بن طلال الله يرحم ويجعل مسكنه الجنة رحم الله الملك الباني طبعا الذي بسمته تبعث فينا دمعة الحنين صدقا لما تشوف صوره يعني بترجع للحنين السابق والمحبة والوفاء له وقالله يطول بعمر سيدنا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم اللي يتميز أيضا بصفات جدا رائعة صحيح يعني شبه يقوله من شبه أباهم فما ظلم فالحمد لله أنه إحنا في المملكة الأردينة الهاشمية ربنا وفقنا بالعائلة الهاشمية اللي تحكم المملكة الأردينة الهاشمية وكلها حب وود لشعبها وهذا شيء مميز الحمد لله عنا صحيح أشكر الله آمين يا رب سيادتك بدنا نبلش بحياة جلالة المغفور له الحسين بن طلال منذ بداياته هو عاش في كنف والديه الملك طلال وأيضا الملك زين الشرف فبنتحدث عن القيم اللي اكتسبها من هذا البيت الهاشمية الدافر أكيد اكتسب يعني اكتسب مميزات رائعة نعم أولا حبه لشعبه نعم التسامحه عنده كان كتير التسامح التواضع جدا صحيح مساندة أبناء شعبه بجميع المراحل كمان الأسس الدينية التي تميز فيها يعني سيدنا الله يرحمه كان جدا يتميز في التراث الشعبي حفظ القرآن الكريم رجوعه إلى السنة كان كتير كتير يعني يبادر في عدة أصلا خطابات وتجد أنه يجد فيها آيات قرآنية وهذه الميزة تير كلا أن الإنسان يرجع إلى الدين وأصول الدين صحيح تميز جدا سيدنا الله يرحمه بهذه الميزات وحبه لشعبه وكان الأب الحنون العطوف المتعاون يعني لما كنا مثلا يدعونا إلى السلام على صاحب الجلالة تتفاجأ أنه لما سلم عليه إحنا أو غيرنا تتفاجأ أنه يقوله كيف حالك يا فلان يعني هذا قمة الذكاء أنه سيدنا كان يبادر في السؤال يبادر في السؤال وما ينسى الاسم وهذا تعرف كانت ألفات تسلم فهذه ميزة جدا رائعة وذكاء خارق أنه سيدنا كان يحفظ الأسماء يحفظ الشخصيات وهي شيء كثير متميز ومميز جدا نعم وهو إحنا كما عرفنا وعهدناه هو كان أب لكل الأردنيين نعم وكمان عاشوا أبناء الحسين في كنفه نعم وهو كان ما يميزه أنه هو الأب الحنون فنتحدث عن هاي المفصلية كمان أكثر كيف كانت حميته تعامله مع أبنائه لخرجهم بهذا الشكل اليوم تعال ما أولي يعني أب يحب أبنائه وكمان أنا شفت في عدة مناسبات أنه كان يداعب أحفاده نعم ويحاول يلعب معهم ويتقرب منهم وهذا دليل المحبة لعائلته صحيح ومحبته كمان لعائلته اللي هي الأردنيين كان يعني يتعاطف جدا ويحبهم يعني بدرجة أنه كان أيامات يتخفى وينزل على الشارع ويحكي وإشي عشان يشوف أراء الشاعب يشوف شو مآسي الشاعب يعني كان جدا جدا يتميز في حبه وحنانه وعطفه وتواضعه فجدا يعني هاي كانت مميزات المرحوم المغفور له الملك حسين طيب الله فإن شاء الله يا ربي أنه تكون مسكنه الجنة لأنه فعلا فعلا تعب واشتغل وقدم وكان جدا جدا متسامح يعني حتى اللي بأزية تسامح تذكر سيادتك إحدى المواقف المشهودة لجالة الملك حسين عن موقف إنساني بدر منه في تعامل مع قضية معينة أو أثرت فيك ما زالت في الذاكرة والله كتير صراحة بس في مثلا في التلجة يوم التلجة سميناها إحنا سبع تلجات أنا كنت في منطقة يعني بين دابوق والحمر فأنا ماشي فعلا يعني شفت سيدنا الله يرحمه إنه واقف بزيح التلج مع العمال وبوجههم ويعطيكوا العافية وكان يحاول جدا أنه يساعدهم وهاي ميزة بملك يعني تير إلها واقع إنساني على كادر اللي بشتغله عبدالله الثاني كمان نعم طبعا إحنا حكينا إنه سيدنا الملك عبدالله أخذ كتير صفات من صاحب الجلالة لأنه أولا تربى في كنفه وأخذ رعايته وأخذ توجيهاته وسيدنا الله يطول عمره يعني كتير كتير بيساعد الناس بحاول شوف كيف بيهتم في التدريس بيهتم في الناس المرضى بيهتم في تسكين المواطنين يعني إله إله سيدنا الملك عبدالله الثاني إله كتير أمور مميزة ما منقدر نعدها صراحة ولا نحصيها ولكن إحنا عم نحكي في ذكرى مولد المغفور له الملك حسين بن طلال إنه ما هي الصفات اللي فعلا تميز فيها تميز كتير في حب الوطن في حب شعبه مساعدته كتير كتير يعني مرة أنا كنت موظفة بوزارة الداخلية فأجى سيدنا المغفور له على الوزارة الداخلية فدخل من باب المراجعين وليس دخل من باب الوزير فكل تفاجأ نعم فكل تفاجأ أنه سيدنا يوصل الوزارة والشيء فالكل طلعوا وأنا منهم طبعا فسلم على الجميع مراجعين وموظفين ففي سيدة كانت لابسي جلباب وأجى سيدنا مد إيده عملت له هيك يعني ابتسم هيك قالها كل الاحترام إليك وكمل السلام ومشي فهذا بندلك التواضع والتسامح يعني مش زعل ولا قال ليش ما سلمت لا أبدا بالعكس ابتسم هيك قدامي وأنا كنت وعفة وقالها كل الاحترام إليك وسحب وكمل السلام ومشي فهذا قمة التسامح والتواضع كملك فإلى وميزاته الحمد لله أعدناه أنه الملك الإنسان وأحد أقواله الشهيرة الإنسان أغلى ما نملك وكان له فعليا جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثرى كان له باع طويل جدا في صيانة الحقوق الإنسانية في المحافظة على الإنسانية وكرامة الإنسان والديمقراطية والحرية في التعبير والحرية في الآراء نتحدث عن هذا الجانب سيدنا كثير يشتغل على حقوق الإنسان وساعد كثير أسر العفيفة في بلدنا يعني كان يهتم كثير كثير في حقوقهم واللي يعني أي إنسان يضغط على إنسان آخر ويعتد عليه في حقوق إنسان كان هو يعني يبادر أنه يأخذ حقه نعم غير هيك أنه ساند كثير المرأة ساند المجتمع المحلي حاول بشتة طرق إنه يعمل دستور يحافظ على أبناء مجتمعنا الأردني وهذه كانت يعني من قمة ما عمل صاحب الجلالة المغفور له الملك حسين نعم الله يرحمه طيب الله ثراء الله يرحمه محبة إنه إنسان يكسب محبة وقلوب جميع الناس هذا شيء صعب جدا وصعب المنال دائما لأنه الناس كلية مش رح تجتمع على محبة شخص واحد إلا في حال استثنائية كانت الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراء سمي ولقب بملك القلوب فعليا لأنه امتلق قلوب كل الأردنيين وامتلق محبتهم وهذا الشيء كان جدا نادر إيش الإيش اللي باعتقادك اليوم سيادتك هو اللي خلاه يكتسبها يا المحبة جلالة المغفور له جلالة المغفور له مش بس الأردنيين كمان محبة العالم بأكمله صحيح يعني جنازته كانت من أعظم الجنازات إنه ما ظل رئيس دولة ما ظل أي وفود من جميع الدول حضرة الجنازة وهذا دنيا المحبة جنازة يعني يعني شو بدأ أحكي لك يعني جنازة عظيمة جدا صدقا نعم وسيدنا كسب قلوب خلينا حكي الأردنيين بتواصله مع شعبه الأردني بمحبته إلهم بدعمه إلهم بمواقفه الإنسانية معاهم فكتير تقارب من الشعب واللي بتقارب من الشعب الشعب يحبه صحيح ففعلا هو ملك القلوب لا ينسى إطلاقا صحيح طيب اليوم لو بدأ أحكي لك سيادتك هيك كلمة توصف فيها الحسين بن طلال شو ممكن توصف فيه صراحة ليس له وصف لأنه أنا بأعتبره ملاك فسيدنا يعني لا يوصف لأنه هو شيء كتير كبير جميل جدا شكرا يعني أول شيء إحنا سعيدين جدا بتواجدك منشكر سيادتك لهذا الحضور المشرف أنك شرفتين اليوم منتمنى الرحمة والغفران والسلوان كمان أيضا الله يرحمه الله يرحمه الله يطول بعمر سيدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده والله يديم الأمن والأمان في بلدنا ويديم شعبنا الأردني الحبيب إن شاء الله كل شكرا لك سيادت الشريفة شكرا لكم شكرا لقناتكم الموقرة اللي يعني كل مناسبة رسمية بتبادروا فيها وهذا شيء جميل جدا شكرا لكم هذا شكرا لكم كل شكرا لكم شكرا كتير مشاهدين الكرام مكملين معكم مستمرين معكم في حلقتنا الخاصة في حلقتنا الخاصة بس بعد هذا الفاصل ابقوا معنا شكرا لكم